السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سنكمل الحديث عن المستقبلات وهم الريسيبتورز بالفيديو السابق أو بالمحاضرة السابقة حكينا عن أنواع الريسيبتورز وها حكينا أن هذا بهمنا نعرف نوع الريسيبتور علشان نعرف الانواع الريسيبتورز تطرقنا في المحاضرة السابقة على ميكانيزم الريسيبتورز لكل نوع من أنواع الريسيبتورز حكينا عن الساكند ماسينجرز حكينا عن الأمليفيكيشن حكينا عن الريسيبتورز موجود هل موجود داخل الخلية وخارج الخلية وكيف أثر هذا على الريسيبتورز رح نكمل في هذه المحاضرة ما تبقى من هذا الشابتر في شابتر الفارماكو الديناميك بإذن الله أول شي بدنا نحكي عنه الريسيبتورز سبير ريسيبتورز سبير ريسيبتورز لما نسمع سبير بخطر في بالنا إنه إشي إضافي إضافي في السيارة يلي بيسوق السيارة أو بيشوف حتى عم بيسوق السيارة السيارة لها أربع عجلات وفيها عجل خامس اسمه سبير إضافي بيكون الخلف هذا العجل الخامس إحنا بالوضع العادي ما بنستخدمه إمتى بنستخدمه؟ نستخدمه لما أحد العجلات الأربعة يخرب ساعتها من استبدل العجل الخربان بالعجل السبير الآن هنا في السبير ريسيبتورز نفس المبدأ السبير ريسيبتورز هم في الوضع الطبيعي They are non-functional So it is very important to know إن السبير ريسيبتورز They are non-functional Non-functional يعني ما عندهم القدرة إنهم يرتبطوا بالليجند بالليجند وإنهم يسووه وهذا الارتباط يتحول لرسبونز داخل الخلايا فالسبير ريسيبتورز هم بالوضع الطبيعي They are non-functional This is very important إمتى بصرهم functionalization إمتى بتحولوا من الحالة ال-inactive إلى an active form لما يتلف أو يخرب أو يتموت اللي هم ال-functional receptors فإذا أنا بدي أرسمها بشكل بسيط نضرب يعني في عندي نحكي ال-functional receptor هو لعنده القدرة إنه يرتبط فيه الليجند ويعطي الريسپونس الريسپونس في الوضع الطبيعي بيكون نون فونكشنل مجازاً بدي أغير شكله خلي هيك يعني نون فونكشنل فما عنده القدرة أنه يرتبط بالليغان لأنه شكله متغير وما بيسوي ريسپونس لكن في حالة أنه هذا الريسپونس أطلف ساعته هذا الريسپونس رح يتحول له فونكشنل ريسپونس فبالتالي ستصبح عنده القدرة أنه يرتبط ستحول من النون فونكشنل إلى الفونكشنل فبالتالي ستصبح عنده القدرة أنه يرتبط في الدواء ويعطيني ريسپونس لماذا الجسم تبعنا الخلايا تبعتنا فيها سبير ريسپونس لماذا؟ بحكي لك وذلك من أجل المحافظة على الريسپونس وذلك من أجل المحافظة على الريسپونس فالخلايا تبعتنا الخلايا تبعتنا بتصنع السبير ريسپونس كيف يعني عشان نتحافظ على الريسپونس؟ الآن نتخيل أنه في عندي خلية واحدة فيها ريسپتور واحد ارتبط عليها دواء واحد هذا أعطاني ريسپونس تخيل مثلا أن هذا الريسپونس مهم جدا لجسمنا زي مثلا دقات القلب ارتبط عليهم أحد أنواع الكاتيكول أمينز هو الإبنيفرين الإبنيفرين تخيل أنه هو الليغاند ارتبط به الريسپتور بيتا ريسپتور هذا الارتباط أعطاني ريسپونس وهو زيادة التخيل تخيلوا أنه هذا الريسپتور مات لأحد السبب من الأسباب صار في المريض في عنده أنجاينا صار في عنده مايوكارديال انفراكشن فهذا أدى إلى موت بعض الخلايا القلبية فبالتالي الخلية هاي فبالتالي الريسپتور هذا مات فلما الريسپتور هذا مات معناته ما في إشي ما في ريسپتور عم برتبط به الإبنيفرين وإذا ما صار في إرتباط ما صار في إنتراكشن معناته الريسپونس اللي هو في حالتنا الكارديو كونتراكتلتي ما رح تصير الريسپونس في هاي الحالة هو الكارديو كونتراكتلتي إذا ما صار ممكن حياة الشخص تتعرض للخطر فالجسم سوى الاسبير ريسپتور وصلنا على الاسبير ريسپتور هما بالوضع الطبيعي بيكون النونفنكشنل لما تموت الريسپتور هما الفنكشنل لأي سبب من الأسباب زي أمراض القلب مثلا الأنجاينا الميوكارديو الإنفراكشن هذا النونفنكشنل رح يتحول له فنكشنل ما بتكون عنده القدرة أنه يرتبط بيه الاسبير ريسپتور عنده القدرة يرتبط بيه ويعطيني ويحافظ على الرسپونس فبالتالي وجود الاسبير ريسپتور ففي عندي خلايا وفي عندي سبير ريسپتور بيحلوا محل الفنكشنل ريسپتور وبضمنوا أنه الرسپونس الاسبير ريسپونس ضلوا في جسمي هذه النقطة في نقطة ثانية أنه عدد الاسبير ريسپتور وجدوا انه عدد الاسبير ريسپتور عدد الاسبير ريسپتور يختلف حسب نوع الريسپتور اللي طرقنا له في المحاضرة السابقة فوجدوا كالتالي أنه عدد الاسبير ريسپتور مثلاً في التيروسين أو الانزايب learning receptor أعلى من عدد الـ الموجودين في الـ وعدد الـ الموجودين في الـ أعلى بكثير من الـ الموجودين في الـ فهذه الظاهرة حاول يفسروها ليش أنه لما أنتقل من الـ 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 بزداد عندي الـ الـ بحكي لكم في الكتاب الـ هو الـ هذا الـ الـ 99% الـ 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 10% منهم و 90% منهم ممكن نستنتج من هدول المثالين أنه الـ تكون أكثر في لما يكون نوع الـ 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 وجدوا أنه في علاقة عشان يحاول يفسرو هذه الظاهرة وجدوا أنه فيه علاقة بين الـ بين الـ الـ وبين الـ 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 كل ما جاء زاد الـ 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 كل ما زاد الـ 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 بما أنه الـ 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 تطخيم أكثر من الموجود في الـ 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 بسبب الـ أكثر من الـ نحن مرح الـ و الـ 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 و الـ و و و و مرح أحب مرة أخرى ما عليش هذا المقاطع مرة أخرى فالنمبر وجدوا أنه بزداد لما بزداد فممكن نستنتج إحنا أنه التضخيم الموجود في الانزاملينجت ريسيبتور أكثر من التضخيم الموجود في الـ جي بروتين كبلد ريسيبتور وهذا الـ كمان موجود أكثر بسبب الساكن ميسنجر أكثر من طبعا ميش علاقة الـ number of الـ بزداد لما بزداد عند الـ ببطي أتخيل أنا العلاقة بين الامبليفكيشن وبين الـ number of receptors تخيلوا أنا لو في عندي 5 receptors 5 receptors هدول الـ 5 receptors هدول الـ 5 receptors ما بيعطوا امبليفكيشن يعني ما فيهم امبليفكيشن زي الـ legend-gated-unit channels علشان أنا أحصل على response معين بما أنه هذا الـ response is mediated بيصير من خلال الـ receptors ما فيهم امبليفكيشن فأنا بلزمني علشان أحصل على الـ response أنه كل الـ receptors يكونوا مرتبطين بالأدوية كل الـ receptors يكونوا مرتبطين بالأدوية فبالتالي كل الـ receptors في هاي الحالة they are not spare receptors they are functional receptors عشان هيك بهاي الحالة لأن الـ receptors مافيهم امبليفكيشن فأنا باضطر أني بدي أحصل على response قوي نحكي response مناسب عشان أحصل على بما أن هذا الـ receptors ما في من music فالرسپونس طبعه صغير وهذا الرسپونس 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 طبعه صغير فبالتالي المجموعة الرسپونس لكل الرسپونس حيعطيني رسپونس عالي فانا هات البدية فبالتالي بما ان انا بدي رسپونس عالي ما في داعي ان يكون في عندي سبير رسپونس بدي اشغل كل الرسپونس لكن اذا كان في عندي مثال كالتالي إذا كان في عندي 5 ريسيبتور ولإنه هذا الريسيبتور بيسوي أمبليفيكيشن فلما دوا لقى ندير طبط بريسيبتور واحد مثلاً لإنه هذا في عندي أمبليفيكيشن فالرسبونس مش راح تكون صغيرة الرسبونس راح تكون عالية بسبب الامبليفيكيشن مما أنه وان ريسيبتور قادر أنه يعطي ريسيبتور عالي فأنا بالعقل بالمنطق ليش أشغل لبقية الريسيبتور فبقيت الريسيبتور بها الحالة بيكون سبير إذا هذا الريسيبتور مات ساعتها ممكن الريسيبتور يحلوا محله فهي هذا إنه الامبليفيكيشن معناته إنه يعني إنه جزء من الريسيبتور قادر إنه بسبب الامبليفيكيشن إنه يعطي الرسبونس المطلوب من غير ما أشغل بقية الريسيبتور فكل ما زاد الامبليفيكيشن معناته ما في داعي إني أشغل كل أنواع الريسيبتور فبالتالي راح يزيد الامبليفيكيشن فهذا هو الريسيبتور إحنا بجسمنا شو وظيفتها إنه تحافظ على الريسيبتور يعني مثلا هذا الريسيبتور هذا هون هون الريسيبتور فتخيلوا هون هذا المثال إذا هذا الريسيبتور مات مصيبة الريسيبتور راح يقل لأنه ما في سبير سبيار سبتور وهذا كمان مات راح يقل أكتر للريسيبتور لأنهما في سبير سيبتور لكن تخيلوا في حالة الـ الإنظامُ لازمت هذا مات، ما في مشكلة في سبير سبيار سبتور بحلم حل ثم في الر RESPONSE راح يبقى زي ما هو هذا مات، مش مشكلة في عندي سبير سبتور سبيار سبتور بحلم حل uncontroll فالريسيبتور 09 زل ما هو ننتقل لموضوع جدا المهم هو أنا بدي أعبر عنه بظاهرة إحنا بنشوفها في الوسط الطبي اسمها التكيفيلاكس هاي الظاهرة اسمها التكيفيلاكس إيش هي الظاهرة التكيفيلاكس هي إنه إيش هي إيش هي إيش هي هي بتحكي لك إنه أنا لما باخد الدواء لفترات طويلة رح ألاحظ إنه الرسبونس أو الاستجابة الدوائية لهذا الدواء رح أتقل خلينا ناخد مثال واقعي أنا مثلاً أخدت الدواء هذا الدواء علشان يعالج لي الضغط أو يعالج لي مشاكل في القلب بعيار عشرة مليجرام زي دواء اسمه البروبرانول يجي الطبيب وصف لي إياه لأنه مثلاً دقات القلب عندي سريعة فهذا الطبيب أول شي وصف لي عيار عشرة مليجرام أخدت العشرة مليجرام أموري كانت تماماً إرجعت على البيت أخدته أيام وأسابيع وشهور ثم وحظت فيما بعد إنه أنا عم باخد العشرة مليجرام لكن دقات قلبي مازالت مرتفعة طب غريب أنا لما كنت أخد العشرة مليجرام دقات قلبي كانت تنخفض إيش اللي صار؟ اللي صار إنه أنا بطلت أستجيب للعشرة مليجرام من الدواء برجع عند الطبيب الطبيب بيحكي لي إنت بطلت أستجيب للعشرة مليجرام رح أضطر إني أزود حضطر إني أزود الجرعة بدل ما الجرعة تكون عشرة مليجرام بدي أخليها عشرين مليجرام فهو أزود الجرعة علشان يعالج المشكلة الجديدة اللي صارت عندي إنه أنا بطلت أستجيب للعشرة مليجرام من الدواء لما الطبيب أعطاني عشرين مليجرام من الدواء رح أرجع للبيت ورح أستجيب للعشرين مليجرام لأسابيع وشهور ثم فيما بعد رح أرجع للطبيب وحكي له يا طبيب العشرين مليجرام بطلت أستجيب عليها باخد الحبة اللي هي عشرين مليجرام ومازالت دقات قلبي مرتفعة فالطبيب رح يحول لي إياها لأربعين مليجرام وهكذا حتى لما أوصل للمكسيمام توليريت الدوز الطبيب مثلا ممكن يوصل معايا لتمانين مليجرام بيردى يحكي لي هاي أكتر جرعة بقدر أعطيك إياها ما بقدر أعطيك أكتر من هيك إذا أنا وصلت لهاي المرحلة إني أخدت أكثر جرعة ممكن يعطيني إياها الطبيب وما عم بستجيب للدواء لازم أغيره أغيره أروح لدواء تاني إلو ديفرنت ميكانيزم أوف أكشن هاي الظاهر إحنا بنشوف هاي الظاهر اسمها تكيفيلاكسز تكيفيلاكسز اللي هي ديكريز رسبونس أوف دراجز وبنلميز بينها وبين التوليرانس التوليرانس إنه هي هاي التكيفيلاكسز إنه أنا أخدت عيار عشرة مليجرام بعد فترة ما استجبت منه ما استجبت عليه فالطبيب زود لي العشرة مليجرام إلى عشرين مليجرام فبهاي الحالة أنا استجبت عليها فهاي اسمها التكيفيلاكسز التوليرانس إنه أنا أوصل لأعلى جرعة وهاي أعلى جرعة أنا ما عم بستجيب عليها يعني في بعض الكتب تحكي عن التوليرانس زي الريسستنس يعني مقاوم للدواء أعطته أعلى جرعة ممكن يأخده وما استجاب عليها ساعدت أنا لازم أحاوله للدواء التاني يعني باختصار التوليرانس هي مرحلة متقدمة من التكيفيلاكسز شو اللي بصير هاي الظاهرة هاي الظاهرة بتصير عنها بالوسط الطبي إحنا بنعالجها بالوسط الطبي بالتكيفيلاكسز بنزود جرعة الدواء وإذا وصل المريض لمرحات التوليرانس بنغير الدواء لدواء تاني الآن شو الميكانيزم شو اللي بصير في قاعدة بالفارماكو دايناميك It is very important equation It is very simple and it is very important اللي هي كالتالي اللي هي الدواء دراج بلس التارجت بعطيني وهذا معادلة باتجاهين لإني أنا عم بافترض أن الانتراكشن between the drug and the target في معظم الأدوية معظم الأدوية الانتراكشن هو فالدراج مع التارجت أعطيني هذا الانتراكشن من خلال الكيميكال بوند فبنطلق على هذا الدراج تارجت نحكي عنه drug target complex drug target complex لما بتكون عندي هذا الكمبليكس ساعته رح تكون عندي الريسبونس ده الدواء إذا ما تكون عندي هذا الكمبليكس ساعته ما رح يتكون عندي هذا الريسبونس فهي معادلة زي معادلات المعادلات تعتمد على وجود العناصر تبعتها وجود الدواء ووجود التارجت وأيضا تعتمد على الكمية كمية الدواء وكمية التارجت لما بزيد كمية الدواء بزيد الكمبليكس فبزيد الريسبونس بزيد كمية التارجت فبزيد الكمبليكس فبزيد الريسبونس شو اللي بصير؟ أنا لما باخد الدواء أنا لما أخذ الدواء لفترات طويلة ها الدواء لفترات طويلة شو بيصير عندي الدواء مع تارجت بعطيني كومبليكس فبعطيني ريسبونس في شغلة في جسمنا هي ليست مفهومة ومش كتير مفهومة لكن هي شغلة موجودة في جسمنا إنه الجسم تبعنا ما بيستحمل الكونتينيواس ريسبونس إنه الدواء يسوي ريسبونس بشكل مستمر ولفترات طويلة جسمنا ما بيستحمل هذا اللي هو الكونتينيواس الكونتينيواس ريسبونس of the drugs we don't know why هو طبعا الكونتينيواس ريسبونس يعني رح يخلي الجسم يتصرف في نتيجة عكسية أمرت يعني إحنا ما نلاحظه إنما ناخد الدواء لفترات طويلة في الدواء بيعطي ريسبونس لكن الجسم تبعنا ما بده هذا الكونتينيواس ريسبونس of the drugs طب الجسم إذا بدي يقلل في الدواء الجسم بدي يقلل the drugs كيف يقلل الجسم بحكي بدي أقلل من خلال بدي أقلل من كمية accomplish between the drug and the target بدي أقلل الرスPONS من خلال بدي أقلل الكمية الكمبليكس between the drug and the target تمام فكيف بدأ أقلل الكمية الكمبليكس between the drug and the target بحكي لك ممكن أن أقلل الدواء نفسه بس هاي الشغلة صعبة على الخلية لأنه هاي الشغلة إحنا نتحكم فيها بالعقل الواعي أنا بروح على الصيدلية بشتري 5 ميلي جرام فببلعها بس الإشي السهل على الخلية أنها تتحكم فيه لأن الخلية اللي بتصنعها هو التارجت هو الرسبتور فبتروح شو بتسوي الخلية بتخلي بتنزل بتقلل التارجت بتقلل النمبر of target فإذا قللت النمبر of target فبالتالي رح يقل عندي النمبر of complex between the drug and the target فبالتالي رح يقل عندي response فهذا اللي احنا منشوفه نشوفه إحنا ليش إحنا بعد فترة من البطل نستجيب للدواء في أكتر من سبب بس إحنا هون عشان الكتاب أنا بتعطيكم إياه بس بري سيمبل لما إحنا ناخد الأدمية لفترات طويلة الجرع عالي وفترات طويلة الريسپونس طبع الدواء جسمنا ما عم يستحمله فبدي حاول يقلله كيف يقلله بلعب بالتارجت وهو الريسبتور إذا الجسم تبعنا جنرالي قلل التارجت هذا منسميه إحنا وبما إحنا منحكي عن التارجت هو الريسبتور منحكي عنه down regulation down regulation of the receptor هاي 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 الكلمة down regulation down regulation يعني إنه number of target هو في حالة number of receptor قل فبالتالي number of complex قل في الر Whose responsibility قل أحياناً جسمنا أحياناً بالذات ما بيعتمد على طبيعة الدواء أحياناً الجسم تبعنا بيسوي إشي اسمه upregulation بيزود number of target upregulation فعكس downregulation upregulation الupregulation يعني أن number of target بتزيد فهاي بتكون عكس طبيعة الدواء يعني مثلاً مثلاً إن شاء الله هل كمان شوي بدي أحكي عن agonist وأنتاجونist ما بدي إياكم تتخربطوا بس أعطيكم نفس الإشي للكتاب أحكي لكم إياه اللي هي الاستجابة تبعتنا لا الاستجابة التاركت جوات أجسامنا لا الدواء بتقيل هاي الاستجابة والdownregulation هلأ مع أنه في فروقات بين الاستجابة وبين الاستجابة لكن أنا ما بدي أدخل فيها in general رح تمر معنا كلمة الdownregulation والupregulation الdownregulation والupregulation هذا ردد فعل جسمنا بتسويها على لما إحنا ناخد الدواء لفترات طويلة الهدف منها إيش إنه يغير الرسبونس تبع الدواء إذا الدواء بعطي رسبونس عالي فأنا بدي أقلل الرسبونس تبع الجسم بتتقلل الرسبونس فتروح بتقلل number of targets لما بتقلل number of targets هذا اسمه downregulation إذا كان الدواء أحكي لكي عند الدواء بسوي upregulation إذا كان الدواء في أنا في عندي مثلا في عندي في الجسم في عندي رسبونس مثلا الضغط الضغط عندي عالي ضغطي عالي فالرسبونس عالي الدواء شو بيسوي؟ أنا باخد الدواء بيقلل الضغط فالدواء فعليا بنع الضغط فالدواء لما أنا باخده بيقلل الضغط شو بتسوي الجسم تبعي بده يرجع مرة تاني سيما حكيت إنه جسمي إذا ما باخد الدواء اللي بيقلل الضغط جسمي ما بيستحمل هذا الدواء بيحاول إنه يعاكس الدواء الدواء بيقلل الضغط جكارة جسمي هين جكر جسمنا إحنا كلياتنا بيحاول بعد فترة بيرفع الضغط كيف يرفع الضغط بروح هدول التارجت اللي بيرطلط عليهم بيرفعهم فشو بيصير في عنده upregulation فكيف نعالج upregulation والdownregulation بنعالجهم إنه منغير من جرعة الدواء منزود من جرعة الدواء هاك عيك إحنا منسوي فهاي الظاهرة هي تاكيفيلاكسيز إحنا كيف نعالجها من خلال إنه منلعب الجرعة منزود الجرعة شو تفسيرها؟ تفسيرها إنه بشكل بسيط إنه number of targets بتتغير بصر لها downregulation أو upregulation بالاعتماد على الدواء نفسه شو بيسوي إذا كان الدواء بيرفع response بيسوي response أكتر فالجسم تبعي بيسوي downregulation إذا كان الدواء بيقلل response في جسمي معناته جسمي بيديو عاكس التقليل للresponse فرح يرفع الresponse من خلال إنه يسوي إشي يسمو upregulation إنه يزود الـ number of targets في مصطلحات مهمة لأي دواء بنزل على الصيدلية ثلاث صفات صفات صفة لكل دواء بنزل على الصيدلية هدون الثلاث صفات اللي مني نحكي عنهم لكل دواء بنزل على الصيدلية اللي هو الـ potency والـ efficacy وإشي الثالث رح نحكي عنه كمان شوي اسمه therapeutic index فكل دواء موجود عندي في الصيدلية فيه إلو ثلاث صفات الصفات أوكي وهذا كل دواء ما رح ينزل على الصيدلية إلا لما نتأكد من efficacy تبعتم؟ هو اللي شيء يعني في اللغة العربية الفعالية فعالية و الـ potency مش عرف شو بالعربي لكن الـ potency هي هو كمية الدواء الفعالة خلينا نحكي كمية الدواء الفعالة كمية الدواء الفعالة و الـ therapeutic index هذا صفة تدل على تدل على تدل على 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 الأمان للدواء أو هي safety safety أمان للدواء فهو من قياس safety أمان أو هو بيحكي لك بشكل غير مباشر على سمية الدواء يعني من قياس الأمان من خلال therapeutic index قياس فعالية الدواء يعني الدواء هل بيسوي response عالي أو لواطي من خلال الـ efficacy الكمية اللازمة للدواء علشان تعطي الفعالية هي الـ potency فكل دواء عندنا في الصيدلية لازم هدول الثلاث صفات وأنا بحكي صفة يعني أنا عم بوصف الدواء الدواء is effective صفة يعني فعال الدواء is potent يعني الدواء بكمية بسيطة لما أنا أسمع this drug is potent معناته هاد الدواء بكمية بسيطة أعطاني response لما بسمع بيقولك هاد الدواء له narrow therapeutic index هاد الدواء له wide therapeutic index بحيث معناته بتدل على the safety of the drugs هاي صفات لما أحكي أنا إنه هاد الدواء إلو wide therapeutic index معناته هاد الدواء آمن لما أنا أسمع إنه هاد الدواء إلو narrow therapeutic index معناته هاد الدواء غير آمن وإذا الدواء غير آمن معناته أنا بحتاج لما أعطيه للمريض إني أراقبه فبحتاج لـ monitoring هادول هم الثلاث صفات they are very important إنا نحكي عنهم كيف شو معنات كل واحد فيهم وكيف بنحسبه كمان في حسبة لهم فرح نبدأ أول إشي نحكي عن the efficacy والpotency الآن في بحكي لك كيف نحسبهم في بحكي لك إنه في عندي نوعين من العلاقة بحكي لك dose response relationship هادي هون العنوان dose response relationship هي العلاقة بين جرعة الدواء وبين response تبعه effect تبعه أوكي أنا بدي أرسمها علشان تخيل إنه أنا بدي أرسم هذه العلاقة أنا أردي أصلاً هذه العلاقة حكيت عنها قبل شوي إيش هي العلاقة بين dose و response هي كل ما زاد تركيز الدواء كل ما زاد response تبعه كيف سهلة جداً المعادلة تبعت الفرماك والدانمك هي الدواء drug plus target drug plus target بعطيني الكمبلكس هاد هو drug plus target وهاد الكمبلكس كل ما زاد هاد الكمبلكس it is very important هاد الكمبلكس إذا تكون ساعتها بعطيني response response number of complex بزداد مع number of response رح يزداد duration of complex مت تكون الكمبلكس ازداد معناته كمان duration of response رح يزداد هاي علاقة it's very important in pharmacodynamic it is simple and it is very important سأخبرك ما هي العلاقة كلما زاد كلما زاد كلما زاد الهوات المتحدة كلما زاد الهوات هذه العلاقة لكنها ليست علاقة أبدية ليست علاقة أبدية سأظلني أزود الجرعة سوف أزود عندي بعدين سأصل لمرحلة أنه أنا لما أزود الجرعة لا يزود أيها شو هاي وليش صارت هاي خلينا نفسرها أنا بدي أرسم هاي عندي خلية هاي الخلية فيها ثري ريسيبتورز ثري ريسيبتورز و بدي أرسم هاي العلاقة اللي بين الدواء الجرعة تبع الدواء اللي هي الدوز دوز ريسبونس كير ريسبونس ريسبونس ممكن يكون زيادة في الضغط زيادة في السكر في الدم أو قلة يعني حسب هاي العلاقة بحكو عنها في عندك الكتاب بحكي لكم فيه علاقتين هاي الـ وهي الـ ديش بدي أشرحها لإنه منطلع 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 منخلالها منطلع منخلالها البوتنسي منطلع منخلالها البوتنسي والـ فالـ منطلعهم من الـ بحكو عن الـ هاي ما حكيت لكم؟ ما في دواء بي نزل على الصيدليا إلا لما منحدد الـ الـ والـ 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 منحددهم منخلال منطلع الـ ريسبونس والـ والـ منحددهم منخلال الآخر ، اسمه كوانتل كوانتل دوز رسپونس رلاشنشيب شو الفرق بين الجريدت وبين الكوانتل هو بالرسپونس لما احكي عنه الجريدت دوز رسپونس رلاشنشيب فالرسپونس عندي رقمي الرسپونس عندي رقمي كيف يعني؟ يعني مثلا الدواء انا كان ضغطي قبل ما اخد الدواء 100 لما اخدت الدواء ضغطي ارتفع من 100 إلى 130 فهذا الرسپونس كيف دي عبر عن الرسپونس انه ارتفع الضغط عندي من 100 إلى 130 فهذا اسمه اجريدت رسپونس اللي كوانتل بدي أحكي عنه كمان شوي اللي هو كالتالي اللي كوانتل رسپونس انه اللي كوانتل رسپونس انه الضغط مثلا ضغطي كان انا عندي هايبرتنشن عندي هايبرتنشن واخدت الدواء والدواء حولني من hypertensive إلى non hypertensive patient فحولني من hypertensive إلى non hypertensive patient فأنا لما أعبر عن response يزل أنت كنت hypertensive وتحولت إلى non hypertensive تحول إلى non hypertensive هاي ليست قيمة رقمية يعني أنت تسألك سؤال يا يزل هل أنت الآن عندك ضغط؟ أحكي لكم لا فجوابي هو yes or no يعني يزل مثلا أو أنا راسي عم بوجعني أخدت الدواء أخدت الدواء بسأل بعد ساعة أو لصف ساعة هل راسك بوجعك؟ فأنا بحكي لا راسي ما عم بوجعني فالرسبونس تبعي كوانتل yes or no أو بدي أجواب نعم راسي الساعة عم بوجعني مع أنتوا جوابي no هذا هو الكوانتل رسبونس أنا أعبر عنه بyes or no الغريدد لأ الغريدد أنه أنا عم بعبر بي أنه أنا عم بعبر بالرسبونس من خلال قيمة رقمية قيمة رقمية أنا أخدت الدواء الدواء كان ضغطي 100 بعد ما أخدت الدواء صار ضغطي 130 فمعناته الرسبونس تبع الدواء نزود ضغطي بمقدار 30 درجة فهذا هو الكوانتل الآن هنا في الدوز رسبونس هذا الرسبونس أنا بحكي عن الكوانتل أنا بحكي عن الكوانتل هذا مهم جميع في الامتحان نحن نجيبها الكوانتل الكتالي هون الدوز خلينا نحكي الكوانتل 0 1 2 3 4 5 أفترض أنه أنا عم بعطي بالملكيول لما يكون عندي 0 ملكيول معناته ما في دواء برتبط بالرسبتور معناته ما في عندي كومبليكس معناته ما في عندي رسبونس فلما يكون عندي 0 ملكيول معناته أن الرسبونس عندي 0 لأنه ما في كومبليكس لما أنا أعطي للمريض 1 ملكيول 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 ارتبطوا مع 2 ريسبتور هذا الريسبتور أعطاني ريسبونس وهذا الريسبتور أعطاني ريسبونس فأنا لما بجمع الريسبونس هذا عندي ريسبونس هون وعندي ريسبونس هون فمجموع الريسبونس هون بيكون أعلى من لما أنا أخذ 1 موليكول لأن 1 موليكول بعطيني ريسبونس أقل لأنه number of complex تكونت أقل من 2 دراجس 2 دراجس ارتبطوا مع 2 ريسبتور number of complex زادت فعندي ريسبونس هون وريسبونس هون فالمجموع الريسبونس زادت فلما أخذ 2 موليكول من الدراجس فبالتالي الريسبونس راح تزيد فنفس الإشي لما أعطي للمريض 3 موليكول من الدراجس 3 موليكول 3 موليكول 3 موليكول فبالتالي هدول 3 موليكول رح يرتبطوا مع 3 ريسبتور كل ريسبتور كل complex رح يعطيني ريسبونس فبالتالي مجموع الريسبونس هون لما أنا أعطي للمريض 3 موليكول الدراجس أعلى من الريسبونس لما أنا أعطي للمريض دويين أو أعلى من لما أنا أعطي للمريض دواء واحد فبالتالي ما أنا أعطي للمريض 3 موليكول رح ألاحظ أن الريسبونس زادت أكثر هنا العلاقة لينير مستقيمة وعلاقة طردية كل ما زادت الجرعة دواء يزيد ريسبونس وهذا هو إحنا اللي نشوفه في الإنسان المريض كل ما بزود الجرعة تتبعت الدواء كل ما الاستجابة للدوائية ريسبونس رح يزيد رح أوصل بعدين لمرحلة مرحلة جديدة شو هي المرحلة جديدة؟ أنا مثلا بدأت أعطي للمريض 4 موليكول 4 موليكول 4 موليكول في المقابل أنه أنا في عندي 3 ريسبتور شو اللي صار عندي هنا؟ صار عندي أنه أعلى من النمبر شوف صار عندي النمبر أعلى من النمبر فلي صار عندي أنه أنا من هدول الأربعة بس ثلاثة ارتبطوا بالريسبتور وعطوني ريسبونس الرابع هذا ما ارتبط بالريسبتور وما أعطاني ريسبونس بما أنه هذا الرابع مرتبط بالريسبتور فما أعطاني كومبلكس فما أعطاني ريسبونس فأنا فعليا لما بعطينا المريض 4 موليكول فعليا فقط 3 اللي أعطوني ريسبونس والرابع ما أعطاني ما رح ألاحظ كالتالي إنه الرسبونس عند لما تكون 4 موليكول نفس هالرسبونس لما يكون 3 موليكول لأنه بالفور موليكول بس ثلاثة ارتبطوا الرابع ما ارتبط والرسبونس بيعتمد على النمبر 5 موليكول 5 موليكول 5 موليكول رح ألاحظ نفس الإشي في عندي 5 موليكول في المقابل عندي فقط 3 ريسبتور فبالتالي رح يصير في عندي 3 ريسبتور رح يرتبطوا مع 3 موليكول رح يعطوني 3 موليكول فرح يعطوني ريسبونس وهدول 2 موليكول الحزينين المساكين ما لهم ريسبتور يرتبطوا فيهم فما رح يعطوني هدول 2 دراجز ما رح يعطوني كومبليكسز فبالتالي ما رح يعطوني ريسبونس فلما أنا أعطي للمريض 5 موليكول الرسبونس اللي رح يصير عنده بسبب هدول الثلاثة فحصير يعطيني رسبونس زيه زي 3 موليكول فحصير في عندي هون خط تاني هون في عندي في البداية كان في عندي وعلاقة عكسية هون ايش صار؟ صار عندي كل ما بزود جرعة الدواء الرسبونس ضله ثابت الرسبونس ضله ثابت معناته قاله مهما زودت من كمية الدواء الرسبونس ما رح يزيد الرسبونس ما رح يزيد هاي هذا الرسبونس هي بيسموها الماكسيمام رسبونس هاي او او ما بحكى عن الكتاب الماكسيمام افكت الماكسيمام افكت يعني هذا اكتر رسبونس ماكس افكت هذا اكتر رسبونس رح أحصل عليه مهما زودت من جرعة الدواء ما رح أحصل على هذا الرسبونس يمكن يسأل حالنا مين يحدد الماكسيمام افكت The drug يحدد الماكسيمام افكت the drug رح نلاحظ إن عامل المهم يحدد الماكسيمام افكت the drug هو The number of receptors The number of targets في هاي المرحلة وصلت أنا لمرحلات بسموها الساترشن شو معناه الساترشن؟ إنو كل التاركتات تشبعوا وهون كل ما أنا بزود The number of drugs الريسيبترز تشبعوا وبقية الدواء ما رح يعطي رسبونس فهين مرحلة بحكو عنها الساتشوريشن انه التشبع وهنا لما بسقط على الواي اكسس بيعطي عندي الماكس بصرح الواي اكسس هو الرسبونس فلما بسقط عليه هون بيعطيني الماكسيمام رسبونس الماكسيمام رسبونس يعني مثلا دواء برفع الضغط بوصل عندي لعند ميتين معناته انه محما زوتت الدواء الضغط المريض ما رح يرتفع فوق الميتين فهذا شو بحكي عنه يعني اكتر شيء الدواء ممكن يسوي انه يرفع ضغط المريض لميتين درجة فهذا هو الماكسيمام افكت الماكسيمام افكت هي التي تعبر عن الايفيكاسي هي التي تعبر عن الايفيكاسي هي فعالية الدواء شو معنى الايفيكاسي مرة تانية هي فعالية الدواء فعالية الدواء كيف نحسبها؟ نحسبها من خلال هذا الكير اللي هي نفسها الاي ماكس الاي ماكس بتعبر عن الايفيكاسي طيب هاي من خلال الحسابات خلينا نفهمها اكتر دواء ا 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 100 نانو جرام بر دي سي ليتر مثلاً أكتر شيء ممكن يرفعها، أوكي؟ والدواء بأكتر شيء ممكن يرفع السكر في الدم 50 نانو جرام بر دي سي ليتر بالدم، أكتر شيء ممكن يرفعه فكاذا حسبتها مرة تانية حكي كيف حسبها لكل دواء؟ بحسبها هيك، بحط الدوز تبع الدواء بحط الـ هو مثلاً في حالتنا هنا ارتفاع السكر في الدم وبسوي هاي، بظل بزود الدوز حتى لما يصير في عندي يصير عندي خط، هذا الخط مستقيم أنه أنا لما بزود الجرعة ما رح يزداد عندي الرسبونس بعدين بسوي أقطاع يعني بقطع بالـ X والـ Y axis فهي الـ Emax فأين حسبته؟ هنا السؤال هنا، مين اللي فيهم المور إفكتيف؟ مين اللي فعالية تبعته الرسبونس تبعته أعلى؟ مين اللي عنده قدرة أن يرفع السكر عندي أكتر؟ هل الدواء A والدواء B؟ هلأ في المنطق من خلال فهمنا، الدواء A رفع السكر مئة يعني مئة نالجرانبر ديسي ليتر الدواء B رفع السكر خمسين نالجرانبر ديسي ليتر معنى كيف حسبت من خلال الـ Emax؟ فشو بحكي؟ إنه الدواء A is more effective فالدواء A is more effective than الدراج B الدراج A is more effective than الدراج B هلأ إذا بدي أرسم الدراج A و الدراج B هنا الدراج A رفع مثلاً هون مية الدراج B برفع إلى خمسين هيك هتكون شكل الرسمة تبعت الدراج B هيك هتكون هيك هيك هرتفع بعد أن هيك صار فإحنا إذا إجانا هيك بالـ curves بالامتحان الدراج A و الدراج B ونطلب مننا إنه نقارن مين اللي فيهم more effective هل الدراج A و الدراج B؟ مرة تانا شو اللي بعبر عن الإيفيكاس هي الـ Emax و الـ Emax كيف أسويها؟ بروح عند البلاتو من عند البلاتو هاي بسقط على الـ Y axis وبشوف مين اللي فيهم بعدين بشوف القيمة الرقمية مين اللي فيهم الـ Emax تبعه أعلى؟ A الـ Emax تبعته أعلى معناته A هو more effective فكل ما زادت الـ Emax كل ما زادت الإيفيكاسي هذا أول شي بنعرف عن الفعالية اللي هي الإيفيكاسي ننتقل له الـ Potency الـ Potency هي كمية الدواء الفعالة كمية الدواء الفعالة خلينا نرجع لهذا المثال تبعنا اللي حكينا عنه هذا الدواء هاد الدواء اللي هاد الدواء اللي هاد الدواء هاد الدواء هاد الدواء الساعة أنا عم بحكي عن wärلي ما كان الدواء Europe هم انتقل록 انتقل جزق الماء هم انتقل جزق الماء هاد الدواء وهذا هو الرسوونس هاد الدواء وهذا هو الرسوونس الرسووه الرسووط الرسووو Uh وهنا كالتالي حددنا الإيماكس كيف حددنا الإيماكس هؤلاء هنا سقطنا هذه هي الإيماكس فإيماكس هي الـ يحكي لك شو اللي بيحدد البوتنسي البوتنسي هي كمية الدواء معناته أنا لما بدي أحدد البوتنسي بدور على كمية الدواء فالبوتنسي هي قيمة بتعبر عنها بقيمة رقمية هالقيمة رقمية بتطلع عندنا من الـ من الـ بقدر أحسب أو بحسب في عندي قيمة رقمية هنا في الـ تعبر عن البوتنسي بحكي لكم إنه في عندي إيش يسمو الـ AC50 هذا الـ هو يعبر عن البوتنسي شو هذا الـ AC50 AC50 هو تركيز أو بيكون ED50 إذا D معنى دوز C معنى دوز تركيز تركيز الدواء تركيز الدواء اللي صار عنده خمسين هاي خمسين شو معنى؟ نصف خمسين في المية اللي صار عنده نصف إي ماكس إي ماكس دوز أو تركيز الدواء اللي صار عنده نصف الإي ماكس إي ماكس إي ماكس إي ماكس إي ماكس إي ماكس خمسين نصف الإي ماكس خمسين معناته هون وين الخمسين هون هاي الخمسين هون هاي الخمسين هون هاي نصف الإي ماكس و بعدين خلصت لا رس ما خلصت هاي رس ما خلصت تركيز أو جرعة الدواء اللي بتصير عندها نصف الإي ماكس فأنا بدي القيمة الرقمية اللي بتعبر عن اللي بتصير عندها نصف الإي ماكس فأخذ من هنا بسقط روح عند هذا عند الكيرف وبعدين من هنا بسقط على X-axis هاي شو هاي هاي هي الدوز جرعة الدواء اللي صارت عند نصف الإي ماكس هاي هي أشي ال AC-50 فها هي جرعة الدواء اللي صارت عندها أو تركيز الدواء اللي صار عنده نصف الإي ماكس افرضوا مثلاً إنه هذا 0 سفر هنا 1 مثلاً بجرعة نصف أو بتركيز نصف الإي ماكس هو عبارة عن الإي ماكس AC-50 هو عبارة عن نصف نصف هاي النصف لأنه هنا 0 وهنا واحد هاي يجاب المصد تقريباً نصف حسب وحسب الـ اليونت تبعت X-axis إذا كانت تركيز إذا كانت دوس حسب اليونت تبعتها إذا كانت مثلاً نحكي مثلاً ميلي جرام مثلاً مثلاً ميلي جرام بير بير ميلي ليلتر طبعاً كثير هي كبير أيها فهذا هو AC-50 طيب هاي في عندي دواء في عندي دواء تاني هيك شكله هاي هادي دواء هادي دواء هادي دواء هي بدي أقارن بين الدواء و الدواء مين فيهم المور эффектив هادي الدواء الماكسيمام эффектив تبعه 100 و الدواء نفس الّيش من روح الساتوريشن فالماكسيمام efficacy تبعته 100 معناته الدواء او الدواء اللهم نفس الإفكاسي مين فيهم المور بوتن مور بوتن بدنا نقارن AC50 لكل واحد فيهم فالبوتنسي ها هي بتعبر على البوتنسي الدواء A كيف نعبر عن AC50 نصف الإيماكس نصف الإيماكس 100 نصف الإيماكس 50 فاسوي هيك خط بسقط على كيرف A و كيرف B كيرف A لما اسقط على كيرف A AC50 لدواء A نصف فخلينا نحكيهم هيك هي A وهي B وهي في عندي أنا AC50 AC50 لدواء A نحكي نصف AC50 لدواء B هاي نصف الإيماكس لما بعدين صوت هيك بالقلم أعمل هيك حتى لما روحت على الكيرف تبع B بعدين نزلت على X أكسس تقريباً بالمنطقة بين واحد واثنين يعني نحكي مجازاً واحد ونصف الآن هالسؤال مين اللي اللي مور بوتنس الدرق B ولا الدرق A نقارن بال AC50 شو معناته هلا شوفوا الدرق A أعطاني رفع للسكر رفع للسكر أو رفع للضغط مية وحدة لما أعطيته بجرعة نصف ميلي جرام بير ميلي ليدر بينما الدرق B رفع للسكر أو رفع للضغط مية وحدة لما أعطيته بجرعة أكبر بجرعة 1.5 ميلي جرام يعني دواء A أنا احتجت لجرعة أصغر عشان أحصل على الرسبونس الدرق B صحيح أنه أنا حصلت على الرسبونس لكن حصلت على الرسبونس بجرعات أكثر هذا بذكرني بمثال اثنين رح يشتروا بيت اثنين يشتروا نفس البيت غرفتين نوم وحمام وبطبخ واحد اشترى البيت بسبعين ألف دينار والثاني اشترى البيت بخمسين ألف دينار ياتي نفس البيت واحد اشترى بسبعين والثاني اشترى بخمسين هلا هموا الاثنين افكتف ليش umah الاثنين عندهم شقق هم الاثنين عندهم نفس الشقة فيغرفتين نوم وحمام ومطبخ بقدروا يكونوا حياتهم يعيشوا فيها مين اللي فيهم المور بوتنت المور بوتنت مين فيهم الأشطر الأشطر يشترى الشقة بسعر أقل في الموربوتنت اللي هو الأشطر اللي اشترى الشقة بخمسين ألف رح يضحك على رح يصير يضحك على يحكي لك أنا أشطر منك أني اشتريت الشقة بـ 50 ألف أنت اشتريتها بـ 70 ألف أنت دفعت فلوس أكثر عشان تشتريها فالموربوتنط هو يلي بكمية أقل من الدواء أعطاني الأ 21 فهاي الМوربوتنط اللي هو الA А50 تبعته أقل فهاي قاعدة كل ما قلت الAC50 للدواء كل ما قلت الAC50 للدواء كل ما كان الدواء موربوتنط كل ما كان الدواء More potent كل ما كان الدواء More potent الان أنا ليش بتهمني الدواء يكون بان واحد بحكى طيب شو فيها طيب بعطي لما هو أنا اريت قال اريتالى ارفع السكر 100 100ا اعطيته نصف مجرام مالي لتر من الدواء ولا اعطيت 1.5 مجرام مالي لتر من الدواء أنا حققت نفس النتيجة صح؟ بالنهاية المريض التفع عنده الضغط وحشان هيك أنا لما باجي بدي أعالج المريض أول إشي بتطلع على الإيفيكاسي بهمني الإيفيكاسي بس إذا كانوا دويان عندهم نفس الإيفيكاسي إذا كانوا دويان عندهم نفس الإيفيكاسي بعدين بفكر مين فيهم المور بوتنت مين فيهم يلي بيعطي الرسفونس بجرعة أقل طيب ليش أنا حك بفكر ليش أنا بهمني الدوة يكون مور بوتنت يعني أول إشي بتطلع على الإيفيكاسي بعدين بتطلع على الـ ليش أنا بتهمني كون الدواء مور بوتنط؟ لأنه بحكي لك الدواء المور بوتنط بعطيه بجرعات أقل الدواء لما بيكون بجرعة أقل شوفوا هاي معلومة إضافية بيكون سيليكتف سيليكتف وليس توكسك هاي بـ الدواء لما بعطيه بجرعات أقل فالجرعة القليلة هاي بتروح بترتبط في تارجت تبعها معينة فنسبة إنها ترتبط بتارجتس بانادر تارجتس أقل فالسايد افكتس تبعتها أقل فجرعة العادة إحنا لاحظنا الدواء لما يكون بور بوتنط نظيف بجرعات أقل السايد افكتس تبعته أقل الدواء لما بيكون معانه إفكتف لكن بيكون لس بوتنط يعني بعطيه بجرعات أكثر في احتمالية إنه كمية هاد الدواء هاي الكتيرة هاي في دواء في زيز درقبي احتمالية إنه تروح ترتبط ب بتارجتس تانية أكثر يا تارجتس تانية أنا ما بديها أكثر وإذا الدواء ارتبط بتارجت أنا ما بديها ساعتها بيطلع عندي التوكسيسيتي بيطلع عنده فهي جنرال فأنا بهمني الدواء يكون افكتف دائما أنا أول ما بيتطلع مثلا إجاني واحد بدي يموت هلأ ضغطه كتير عالي وعندي دواء دواء A بينزل الضغط من 200 ل 100 ودواء B بينزل الضغط من 200 ل 170 مين اختار دراج A ودراج B أنا أولش بتطلع بالإفكاسي لأن المريض بدي يموت بتطلع لها أما إذا كان في عندي دواء A و B هما الاثنين بنزلوا الضغط من 200 ل 100 لكن A is more potent ساعت استخدم الدواء المور بوتانت لأنه جنرالي دواء المور بوتانت الكمية أقل إحتمالية حدوث الصاد إفكس تبعته أقل هادي المسبة للبوتانسي هون الإنترانسيك وهذه الإفكاسي حكينا عنها الافينيتي هي قوة الإنجذابية بين الانجذابية هاي الافينيتي يعني كنت بحكي عنها الافينيتي قوة الإنجذابية بين الدواء والتاركت هذا الدواء قوة الإنجذابية يعني بتعتمد على الكيميستري تبعاته كيميستري لما يكونوا كتير بحبوا بعض معناته الكمبلكس رح يتكون بشكل أقوى فهلا أنا كيف يهمني الافينيتي بتهمني بالسيليكتيفتي مثلا كلما كانت الافينيتي عالية الافينيتي كانت بين الدواء وبين التاركت تبعته كانت أعلى الدواء بيكون مور سيليكتيف هاي شغلة هاي بتهمنيه الشغلة التالي بحكي لكم إن الدواء لما بيكون الافينيتي تبعته مع التاركت عالي معناته احتمال إنه يفكي بظله مرتبط فيه لأنه بيحبه الواحد لما بيحبه واحد بظله مرتبط فيه التفكك هذا بسموه الكي دي كي دي شو كي دي معامل أو هو معدل التفكك الكي دي يعني يتفكك أو يسموه كي دي نسبة إلى الكونستانت أوف ديسوسياشن هو معامل التفكك عنده بيكون قليل لأنهم بيحبوا بعض فمعامل التفكك بيكون قليل لما يتفكك معناته كل ما هم بيحب كل ما كان الدواء له هايير أفينيتي معناته بيحب التاركت تبعه أكتر معناته هذا الكمبليكس عم بيتكون بشكل أقوى معناته هذا بيأثر على فمعناته إنه الكمبليكس بتكون أعلى وطول ما الفترة الزمنية هدول الدويين اللي هم مرتبطين مع بعض كمان الكمبليكس بيزيد لكن أنا بهمني إنه كل ما كانت الكمبليكس بين الدويين بتكون عالي فالكمبليكس بيكون عالي وكمان الكمبليكس معامل التفكك كمان بقل فهذا بيأثر على الكمبليكس الكمبليكس بيكون أكثر بتكون الدواء مارسيليكتف لأنها بتهمني أكثر بيكون الدواء بيكون مارسيليكتف وأيضا بيكون معادلة التفكك تبعه أقل وإذا كان معادلة التفكك أقل معناته هذا هو اللي أدى إنه الكمبليكس بيكون عالي هل هاي شغلة بدي أخليها بفيديو لحاله هي شغلة سهلة بس بدي أحكي هنا عن الكمتل وصحنا حكينا إنه مرة تانية إنه مرة تانية إنه في عندي ثلاث صفات لكل دوا بدي أحددهم حكينا الإفكاسي والبوتنسي نحدده من خلال بيظل عندي الـ هذا بحدده من خلال الـ 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 أعطيت الدواء للمريض رأسك طابه لما طابه نعم تم تسكين الوجع في رأسي معناته الجواب هذا الـ هذا الـ هذا قيمة رقمية الـ وقيمة رقمية وهو ريشو 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 يعني فيه بسط ومقام ريشو فالـ هو عبارة عن ريشو البسط هو عبارة عن التوكسيك أو التوكسيك دوز توكسيك دوز ففتي والمقام عبارة عن افكتيف دوز افكتيف دوز ففتي ايه شو معنا التوكسيك دوز ففتي او افكتيف دوز ففتي معتوك التالي أنا في عندي دوازي البارستامول اللي هو الـ اللي هو نفس الباناتول دخلت أنا على الصف الصفي احنا صفنا فيه مثلاً أربعين واحد يحكينوا هاي مجموعة شو هي التوكسيك دوز ففتي خلنا نبلش بـ الاول شي خدوها قاعدة لازم كل دواء يكون موجود في الصيدلية خدوها قاعدة ما في دواء بنزل على الصيدلية إلا يكون التوكسيك دوز ففتي أعلى من الـ إذا الدواء التوكسيك دوز ففتي أقل أو مساوي للـ فهذا بطل دواء صار عبارة عن فما في داعي نعطيه للمريض فهذا الدواء ما بنزل على الصيدلية بيضلوا بالمختبرات لكن ما بنزل على الصيدلية فكل الأدوية الموجودة في الصيدليات التوكسيك دوز ففتي تباتح أعلى من الـ طيب إيش هو التوكسيك دوز كيف يحسبوها كيف يحسبوها كيف يحسبوا الـ هل هنا دخلت على قاعة القاعة فيها أربعين واحد من بعد هيك محاضرة طويلة من محاضرة الأدوية لديك أربعين واحد ... فكل الهاتنا راسنا بتوجهنا ... ففيدي أربعين واحد Haha الحاجة للأدوى أنا أعطيت البنتول بجرعة مثلًا، أعت FIRST أعطيت بجرعة ميت ميلي قرام من البنتول صحيح 1000있 ميلي قرام وسألت بعدما أعطيتنا كل الهاتنا 41 identifyjer40 من واحد نسبة أمية من أمية وسألت سؤال بعدما أخدتنا كل الهاتنا 100 ميلي قرام كم واحد كم واحد منا طاب راسه اتنين رفعوا راسهم اعفوا اتنين رفعوا ايديهم هدول اتنين رفعوا ايديهم كم نسبتهم اتنين من اربعين يعني هدول خمسة في المية خمسة في المية رفعوا ايديهم مش هاي الجرعة اللي أنا بدور عليها AD50 هي الجرعة الجرعة من الدواء ADD يعني جرعة جرعة الدواء اللي بتكون فعالة لخمسين في المية من البابيوليشن أنا معناته بدي ادخل على الصف مرة تانية بدي اضلي اعلي الجرعة مثلا وصلت لها خمسمائة ميلي جرام خمسمائة ميلي جرام اعطيت للأربعين واحد خمسمائة ميلي جرام من البانادول اللي هو مسكن الوجع الراس وسألت كم واحد فيكم طاب من الوجع الراس رفع الطلاب عشرين واحد رفع ايديهم عشرين من أربعين خمسين في المية النصف يعني الخمسين في المية امت طابوا راسهم لما اعطيتهم بجرعة خمسمائة ميلي جرام خمسمائة ميلي جرام خمسمائة ميلي جرام فمعطوا الـ ED50 هي خمسمائة ميلي جرام خمسمائة ميلي جرام خمسمائة ميلي جرام بجرعة الجرام وبسأل السؤال كم واحد فينا انزيمات الكبد تبعته وكان سام يد بخمسمائة ميلي جرام بس اتنين رفعوا ايديهم اتنين من اربعين خمسة في المية لا وش هالجرعة السامة بظل أرفع بجرعة البنادول احكوا مثلا وصلت له مثلا أربع تلاف أربع تلاف ميلي جرام وهو يشوف لازم الدواء اللي يكون في الصيدلية الجرعة السامة تبعته أعلى وبأضعاف يعني يفضل كل ما كانت أعلى كل ما كانت أحسن ميلي جرام من البراصيتامول أعطيتهم وهالجرعة أربع تلاف ميلي جرام لما دخلت فيه مع الصف وجدت انه عشرين من أربعين يعني نصف المجتمع نصف الصف ارتفعت انزيمات الكبد تبعتهم وصارت عندهم سمية في اللبر فهالجرعة هي أربع تلاف ميلي جرام أربع تلاف ميلي جرام هي هالجرعة اللي سببت السمية الهيباتة التوكسيسيتي لها خمسين في المية من هذا المجتمع الزير طيب هلا كيف دع حسب الترايبوتيك اندكس بما انه البسط والمقام عبارة عن ميلي جرام ميلي جرام معناته الميلي جرام بتروح مع الميلي جرام فهي انه الترايبوتيك اندكس ليس لديها وحدة ما إلها يونت فاثرايبوتيك اندكس عبارة عن أربع تلاف تقسيم خمسمية اللي هي عبارة عن ثمانية الترايبوتيك اندكس مثلا لا دواء ترايبوتيك اندكس تي آي يعني اختصار لا ترايبوتيك اندكس لهذا الدواء عبارة عن أربعة شو ما هو أربعة؟ معناته أنا بدي لا احتمانية عفوا 1.8 لا 24 wool تقسيم خمسمية شو معناه التمانية؟ تمانية معناته لما اسمع للدواء therapeutic index تبعته تمانية معناته أنا بدي أضاعف الجرعة العلاجية أضاعف الجرعة العلاجية 8 مرات حتى يحصل المريض يصير عند المريض toxicity فالدواء الثاني toxic index تبعه اثنين زي الدواء اسم الديجوكسل therapeutic index تبعه اثنين شو معناه اثنين؟ معناته أنا لو ضاعفت الجرعة العلاجية لو ضعفتها بس ضعفين الدبل رح تظهر عند المريض السمية معناته إحنا شو حكينا في أول المحاضر؟ therapeutic index هذا معيار للأمان مين اللي فيهم أكثر أماناً على المريض؟ الدواء therapeutic index تبعه تمانية كرقم كبير ولا الدواء therapeutic index تبعه اثنين وهذا الدواء therapeutic index تبعته قليلة مين من هدون الأدوية اللي هو أمان؟ هلأ بالعقل هذا الدواء A therapeutic index تبعته تمانية لو المريض أخذ الحب الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ما صار يعني toxicity مش واضح عنده toxicity بتصير عنده لما ياخد الحب الثامنة الدواء B أفرض المريض رح أخذ حبه بعدين نسي عنده ألزهايمر نسيان رح أخذ الحب الثانية لأنه ضاعف الجرعة رح يصير في عنده مشاكل سؤسمية فدواء A اللي هو عنده higher therapeutic wider therapeutic index هذا الدواء A أأمن من دواء B فهذا معناته أنه كل ما زادت therapeutic index كل ما كان الدواء أأمن فهذا اللي نحكي أنه therapeutic index هو معيار للأمان هو معيار للأمان كمان بهمنا مثلا الطفل لما يجي يبلع دواء هذا الدواء إذا كان عنده wide therapeutic index رو بلع حبه حبتين ثلاثة ما من خاف كتير أما أنه الطفل يبلع دواء إلو نارو therapeutic index يعني بدل ما ياخد حبه رح بلع حبتين وحجبه صغير ما عادت السمية عنده رح تكون أعلى فها هي هدول التلات صفات الافيكاسي والبوتنسي والثيرابيتيك هدول لازم نعرفهم لكل دواء ونعرف كيف نحسبهم الافيكاسي والبوتنسي نحسبهم من خلال الgraded dose response والثيرابيتيك نحسبها من الquantal dose response كل واحد فيهم شو بعبر حكينا عنهم فهنا رح توقف رح يضل في عنا بس فيديو عشان أخلص الشارتر فارماكو دانمك وهو عبارة عن الأدوية types of agonist و antagonist ile jeopardنا المحضور العشق اشتركوا في القناة